يساعد صباحك عاليا يساعد صباحك أهلا وسهلا بيت بالاستوديو عاليا قبل الحديث عن أي شيء كيف تكون المرأة ذات إطلالة مميزة؟ أهم شيء يرونك دائما ننصح بكل امرأة وحتى كل رجل عشان يكون ذات إطلالة مميزة أنه يشوف الشيء المناسب لي ومناسب كذلك لشخصيته يعني ما يفعل الشخص يتبع أكيد لازم يكون مطلع على الموضة وإشه الجديد وإشه الترينز الجديدة بس كل واحد حلو أنه يكون لبصمته في شخصيته فممكن الواحد يكون على اطلاع إشه الدارج ويشوف إشه الشيء اللي يناسبه كشخصية وأكيد كبروبوشن جسم فبذلك يتم الاختيار الصحيح وكل واحد يبدأ يكون اللاين المناسب لي أكيد للأندرتون إشه ألوان بالنسبة للألوان البشرة وتبدأ طبعا من الألوان للقصات لكل شيء أنه الواحد يكون في إطلالة مناسبة مو مهم علي أنه واحد يخصص ميزانية ضخمة أو خلي نقول مرتفعة للمظهر تبعه إذا كان أنيق ويعرف الاختيار ممكن تكون ميزانية بسيطة؟ هذه أكيدة جدا أبدا الأناقة ما تكون أنه لازم يكون الشيء بسعره غالي ممتونة بالتكلفة العالية الذوق العالي هو الاختيار الحلو فبذلك ما تكون لازم أنها تكون هاي اند برانز والأشياء مرة غالية ممكن بأشياء بسيطة جدا بس كيف نكون تركيبتها مع بعض وتنسيقها مع بعض نطلع بإطلالة مميزة جدا وملفتة وحلوة في نفس الوقت أكيد نعود إلتش آلية أنت شلون دخلت لهذا المجال؟ ماذا حبيت بي بالبداية؟ أنا من الصغر عندي ميول على الفاشن وعلى الميكوب وكل المجال هذا فبدأ المجال طبعا يتطور من ناحية لبسي أنا تعليقات الناس صحباتي الان ما صار المجال طبعا تخصصت فيه في دراسة في دراسة image consultancy هي image consultancy متخصصة أكثر من مستشارة مظهر غير في فرق بينه وبين الستايلز استشارة مظهر تدخل أكثر في الشخصية يعني تدخل أكثر زي ما تقولي في psychology تعرف شخصية الواحد ومن شخصيته كيف ممكن يلبس إش الشي اللي يلبسه عشان حتى ممكن يعكس شي غير بنت خجولة وشغلة طبيعة شغلة لازم تكون جريئة فكيف تكسر الكسوف اللي فيها بلبس أنه يعطيها أكثر تكون جريئة أو تتاخد بcredibility أكثر فدرست image consultancy في نيويورك بعدين درست international makeup artistry في باريس وفي إتلي ما شاء الله وبدأت الدراسة تكمل وبدأنا المشوار طيب يعني بهذا الاختصاص أنت حدثنا فرضا شفتي امرأة تحبين تعطيها نصائح لازم بالبداية تقعدين وياها وتسول فين تحكين تعرفين شخصياتها أم ممكن بدون ما تتحدثين معها وتعرفين شخصياتها تقولي لها شنو يناسبها شفر هناك هو أكثر مع خلاص المجال الواحد في الأول يمكن صح هو ال consultation ضروري جدا أنه الواحد يكون يتعرف على الشخص اللي قدامه أكثر بس تحصل في مرات كثيرة يعني الواحد يكون أكون قاعدة برا فبمجرد أني أشوف بنت خلاص أكون حللت شخصياتها على السريع أكيد مع الخبر هي تيجي فتحلل الشخصية على السريع وتعرف إيش اللي ممكن يكون مناسب وغير مناسب وممكن أكيد تنصحيها بس لما تدخلي مع الواحد في details أكثر وتعملي معه consultation تعرف ممكن نقاط في حياته معينة تقدر تسعدي أكثر فيها هذا الشيء أيضا قدرت يطبقي في السعودية على النساء في السعودية عندي يعني سعوديات مرة كثيرة اللي يكونوا أنا بيس في دبي أنا عايشة في دبي في سعوديات مرة كثيرة ولما مرات أروح السعودية الخليجيات العربيات يعني المرأة بشكل عام وخلي نقول الخليجيات بشكل خاص لأنه حتى مثلا نجي نقول متعودين على العباية نعم فالواحد لما يكون متعود على شيء عالية والله هذا أنا سألتك يا عالية لأنه يعني يعني العباية يمكن صعب شوية واحدة تتغير بها صح نطاق محدود بالكبير أو حتى مثلا نقول هناك أنه متعودين نلبس في السعودية العباية ولو هي الآن تصاميم عديدة العباية أكيد حتى بس لما تكون مثلا امرأة محجبة وتسافر ما تلبس العباية ففيه طرق كثير حلوة للحجاب أنها لسه تكون محتشمة وكل شيء وتكون بإطلالة مميزة ومن غير عباية بس تكون متسترة ولبسها محتشمة وكل شيء ففيه طرق وسائل كثيرة من غير العباية فالوحدة تكون متعودة بعباية تلاقي صعوبة أنها تطلع من العباية وتعرف تلبس شيء مناسب فممكن نساعدهم في الأشياء هذه وأكيد زي ما قلتي العبي صارت ما شاء الله فيها ديزاينز كثيرة جدا أيضا دخلت هي الألوان والمتيرية المتنوعة صارت فصارت فيه أكتر خلي نقول لي مثلا وحدة داوم حسب نوع دوامها حسب الألوان اللي تناسب بشرتها القصات وطبعا لازم نميز خصوصا في العبايات فيها عبايات مسائية وفيها عبايات صباحية وهذا الميكس أشوفه كثير يعني ممكن الوحدة تكون شافت عباية عجبتها بس العباية أكتر ليلية ما ينفع يترح بيها دوام فلازم هنا لحد الفاصل هذه فيه شعره بسيطة هو في لبس عادي أو في عبايات لازم الوحدة ما توقع في الخطأ هذا يعني تكون عام للفاصل بينهم نعم طيب قبل الحديث عن نجمات في توزيع جوائز الأوسكار أريد أستغل وجودك عالية بما أنه أنت أيضا ميكب أرتست الدارج الآن بالميكب شنوها؟ أكتر شي دارج في الميكب روناك أنه يكون فلوليس الطبيعي يرجع جدا أنه البشرة تكون فلوليس ما فيها يعني يقول لك الواحد لما يعطيك كومبليمنت المفروض يقول لك مثلا الله شكلك اليوم ما رحل بشرتك صافية ما يقول لك أنه مثلا الفونديشن حلو لأنه هذه صارت أنه معروفة أنه الواحد حاطت ميكب فالمفروض يكون شي طبيعي جدا الألوان عندنا الألوان الدارجة الألوان الطالع الغلترز مرة كثير طالع الألوان الترابية والألوان الترابية هي دائما مسيطرة هذه حسيات كلاسيك نازب تقريبا أغلب ألوان البشرة وألوانها صحيح وأكثر كمان طالع التريند اللي هي خلي نقول البيرغندي البنفسجيات بتدريجاتها طيب فهذه أكثر شي تريند طالع الموسم زين بالنسبة للمرأة اللي مثلا مشرتها شوية بها شوائب أو مو صافية لون واحد كيف ممكن تظهر باللوك الطبيعي وهي تحتاج إلى طبقة فونديشن مثلا شوية سميكة حتى تغطي العيوب حتى في سماكة الفونديشن رونك ما نحتاج أنه نسمكها هي في طريقة معينة اسمها الكوركشن كيف نعالج التصمغات اللي في البشرة نصحح الألوان ونحط بعد الفونديشن فيطلع طريقة فلوليس برضو ما في أي غلطة ويبين طبيعي زين هسا خلينا نروح على نجمات الأوسكار عدنا صور ويانا عليها خلينا شاهدها مع بعض وعلقيننا عليها رح تطلع إطلالاتهم بشكل عام هذا الموسم هذه السنة كيف كانت كيف تصفيها في إطلالات كانت رائعة جدا في إطلالات كانت غير مقبولة نهائيا غير مقبولة على المقياس العالمي أو على مقياسنا العربي على المقياس العالمي نحن نتكلم في أوسكارز ونجمات عالميات فنحن نشوفها من قياس عالمي هل مثلا ويانا نيكول كيدمن عليها نيكول كيدمن مثلا كانت عندك لابس فستان أرماني اختيار كان اختيار جيد لأنه نشوف جسمها قامتها نحيفة فبالنسبة من عند الخصر الفلو اللي كان محطوط كان يعطيها حجم أنه مقسم لها جسمها بشكل حلو فإنه بدل ما تبين ضعيفة أعطاها بالعكس تخصيرة أعطاها حجم فكان اختيار موفق جدا واللون الرويل بلو يعني it's the perfect color للred carpet أدنا بعد صور ألين النعم طيب هذه شتصفين اطلالتها كمان اطلالتها بالنسبة لي ما كانت اطلالة أنها مميزة بس ما فيها أي شيء غلط يعني كانت طلتها كلها على بعضها انسيابية حلوة الفستان كان برضو معطيها حجم بالنسبة لحجم جسمها كان معطيها شوية volume زيادة بس يعني زي ما تقولي كانت في safe side ما حطت ما خطرت أنها تطلع بلوك مميز ولكنه مو غلط في نفس الوقت أعتقد العلى اليسار كارثة نوعا من أنواع الكارثة يعني تحس اللوك مش متناسق حتى كسن أولا it's not a red carpet look الغلافز الطويلة البانت يعني كألوان هي أوكي متناسقة بس كطلت red carpet تحسيها كانت شوية over البساطة دائما محور مرة حلوة طيب هي المخرجة ألين دا تقولي هي نفس الملابس ترتدتها بالخمسينات لما حصلت على جائزة الأوسكار يعني ممكن لهذا السبب يعني حتى ما في following trend ومرات ممكن تكون شيء قديم عادي الواحد ممكن يجدده بإطلاله غير يعني نلبس نفس القطع بس بطريقة غير بس لأ كانت غير موفقة شننا نعيش بها يا عالية سيمبل وأنيق طبعا بالنسبة لنا إحنا كمجتمع عربي ممكن نشوفها إنها سيمبل بزيادة مثلا رفعة الشعر بس بالنسبة الانتروناشنال لوك فستانها كان حلو مرتب ناكلس لأنه كان ديكلتي مفتوح فالناكلس أعطت شوية فخامة أكثر للفستان رفعة الشعر كانت سيمبل والميكوب كمان إنه ريد لبستيك أعطاها شوية إطلال أقوى وجريئة طيب عالية ويصدر المفتوح خلينا نقول تنصحين أنه الاكسيساريز اللي تكون على الرقبة تكون قصيرة أو طويلة والشعر مرفوع له مفتوح مع لي رولاك ترجع لها بس نعلق على الفستان الفلوريل هذا يقول لك من الكوارث اللي أنا كنت شايفتها لأنه أولا جسمها من الأجسام المليان كتوفها عريضة ففتحت الفستان مع الحجم الفستان أعطاها كأنها أوفر ويت وما في أي تكسيمة في الجسم فكانت ما فيها أي تناسق أو أي طلة جمالية في الموضوع لأنه أول ما تشوف الفوكس تشوف الفوكس كله ينجذب لبارت الأكتاف فتشوفي أنه في شيء عريض والفستان يكبر حجمها ما في أي تكسيمة في الجسم فهي دائما اللعبة بالعكس تكون ممكن حتى لو جسم مليان نحط له حزام عريض يعتخسر أكتر فأنت تصنعي أن الجسم يكون فيه تفاصيل أكتر طيب قبل أن نتحول إلى صورة أخرى أرجع أسألت بالنسبة للفستان المفتوح الفستان المفتوح دائما لما يكون عندنا فستان مفتوح الشعر ممكن يعني فيه اختيار أنه يكون نازل أو لو يكون مرفوع يكون الرفعة اللي شوفي كمان هذه تيجي حسب الوجه يعني كنقول كأوفرول الفستان المفتوح يكون شعر نازل والفستان اللي يكون مكفول شعر مرفوع هذه البيسك بس أكيد تفرق من وجه لوجه حتى قصة الوجه تلعب هناك دور مرة كبير ممكن تلاقي واحدة وجهها صغير فأحلى عليه أن تكون مثلا رفعة على الخفيف أو ممكن حلو لو كان الشعر كله سليك على وراء فحسب قصة الوجه إيش يكون بالنسبة للأكسسوريز كمان أنه ممكن طالما عندنا منطقة الديكولتي فاضية ممكن يتحط شيء هنا ديبانز على الفستان لو كان الفستان أنه فابريك القماشة سيمبل ممكن نحط قطعة جوليري تبين بالعكس فخامة للفستان ولو كان الفستان أورادي سيكونس وفيه أشياء كتيرة أفضل أنه يكون سيمبل وممكن يكون حلق طويل يعطي منظر أحلى طيب بما أنه علقتي علي أنت على هذا الفستان اللي كانت مرتديتها بجواز الأوسكار اللي بأوراده هوايا إتي تنصحين ذات القوام المرأة ذات القوام الممشوق تلبس بأوراده بتصميم هوايا نقوش أم العكس وماذا عن المليانة جسمها مليان شوف في القصات تفرق فيه الفابريك نفسه في الرسومات الفلورير دايما اللي تكون أشياء فيها ورود اللي تكون فيها باترينز أكتر نكلي لابتاتها أنت تنورة حلوة كلش بالعافية الورود دايما تعطي حجم في الجسم الضعيف لما يلبس ورود ممكن تعطي حجم فتكون متناسقة نعم مثلا نتكلم عن الخطوط أو الدوائر الخطوط كلما تكون بالعرض تعرض صح فبالعكس ما يكون جسم مليان حلو أن الواحد يلبس خطوط يلبسها بالطول أنها تحسيها تلم الجسم أكتر وتبين سلم تبين أن الواحد أطعف والعكس صحيح الجسم الضعيف يكون لابس أشياء أنه مثلا فيها نكشات أكتر فيها ورود فيها تخطيطات فتعطي حجم فبدل ما يبين أنه مرة ضعيف لا تعطي بروبوشن صحيح طيب هاجر نرجع للصور اللي عندنا من حفل الأوسكار توزيع الجوائز شنرعيش بهاي الإطلالة وهل هو مناسب اللون بشرتها كأنه كلش فاتح على فاتح بالنسبة ليها اللون مناسب بس الميكوب اللي يعني لو كان الميكوب غير كان ما طلعها شحبة كان طلعها بإطلالة حلوة اللون لون محايد ينفع للورم سكن تون يعني اللي تكون بشرتهم دافية أو باردة كفستان ما فيه غلط الشعر لأنه تشوف الفستان مكفول لو كان فيه رفعة كان بيّن الفستان أحلى وأكيد الميكوب لو كان ألوان شوية غير حتى لو فلولس وألوان طبيعية بس مثلا لون الليبستيك كان أحمر أو شيء كان أعطاها إطلالة أحلى ما كان طلعت شاحبة هادي أعتقد حامل صح؟ هادي معذورة يعني في كل الحالات لكن شتوصفين أطلالة حالة؟ بس رونا خلي نقول الحوامل فيه فساتين تبين المرأة الحامل بصورة جمالية رائعة بالنسبة للفستان اللي شفنا كأنه فستان عادي مو أصلا فستان مصمم للحوامل وتحس أنه الفستان مش دود يعني ما كان يعني بيدانتيل يمكن الدانتيل للحامل خيار مصحيح الدانتيل والفراغات اللي بالعرض كانت معطية شكل مصحيح للجسم وكقماشة طيب هذه الصورة؟ طبعا بالنسبة للصورة اللي بنشوفها مع بعض أكيد الجلسة مو جلسة ريت كاربت معجوئة تقولون الفستان يعني خلي قول فستان غجري مو فستان ريت كاربت فيعني يقولون أنه كثير واجه انتقادات هذا الفستان جدا يعني يستحق الانتقادات ما في أي أحد أنه تقبل الإطلال لأنه الفستان غير مناسب أصلا لريت كاربت هنا معانا الصورة رائعة حلوة سلم حايك شوف السيكونس اللي لابساء لمة الشعر اللي كن بنقول عليها الوجه عندك هي فكها عريض فبالفكة العريضة الرفعة اللي عملتها مطلعتها سيمبل وحلوة ومبين الفستان لو كان شعرها نازل كان ضلمت الفستان شوية التون اللي اختارته بالنسبة لل تقريبا اللون اللابساء يعني pink purplish lilac حلو اختارت اللون المناسب ليها وخلي نقول شي لكل المشاهدين الألوان دائما في ناس يقولوا لك لا اللون ما يناسبني لأني سمر اللون ما يناسبني لأنه بيض الألوان كلها تناسب كل الألوان بس باختلاف التون يعني في أحمر تون معين يناسبك أنت كبشرة فاتحة فيه كمان أحمر بتون معين يناسبني أنا كبشرة حنطوية كيف لون أجرب هالشي؟ يعني أحطه مثلا على جسمي وأشوفه يناسب ما يناسب أحسن شي لما نجرب اللون نحطه يعني كأنه كلابسة تي شيرت كأنك لابسة عشان يكون عاكس على وجهك ويفضل أنك ما تكون يحطه ميكوب تشوفي عكسة اللون دايركت وتشوفيها في لوننا يعني في إضاءة شمس طبيعية وتحطه مراية تشوفي الإنعكاس تشوفي الإنعكاس من جد لون عينك صار فيه لمعة بيّن لون عينك السواد اللي تحت العين اللي هو طبيعي أو ممكن يكون الواحد تعبان يأمتين يخففوا يا يبرزوا بزيادة يحسس أن وجهك شاحب وتعبان أكتر فهذا أحسن تست أن الواحدة تعمله أن تشوف اللون مناسب مجرد أن تحطها على ناحية الصدر والكتوف وتشوفي إنعكاسه على لون وجهها نعم شكرا جزيلا لك يا علي على كل هذه النصائح شرفتنا وفتنا هذه المعلومات كانت معنا في الاستوديو خبيرة المظهر السعودية علي الإدريسي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك